هذه هي صورة سلمي خليل زاد في أواخر نوفمبر من عام 1987 وهو يتوسط الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وقائد تنظيم المجاهدين في أفغانستان حينها يونس خالص خليل زاد كان ومنذ ذلك الحين الشخصية الأمريكية الأفغانية الأكثر خبرة في ملفات كابل المعلقة أعتقد أنه خبر جيد فالسفير خليل زاد خبير في الشأن الأفغاني فقد ولد هناك وعاش حتى سن المدرسة في أفغانستان ثم جاء إلى الولايات المتحدة ليعود مجددا إلى كابل كسفير زلمي خليل زاد بقي طوال حياته مواظما وقريبا من الملف الأفغاني فهو بالمطلق أفضل شخص أمريكي يتولى هذه المهمة زلمي خليل زاد ليس بالاسم الجديد على مسامع الجمهور في الشرق الأوسط وليس هو بالبعيد عن حلبات ومعتركات السياسة في تلك المنطقة فخليل زاد كان سفيرا لواشنطن في أفغانستان في ديسمبر من عام 2002 ثم توجه للعراق ليخدم كسفير لبلاده في عام 2005 وصف حين هذا المي خليل زاد من قبل عدة رموز سياسية أمريكية وعراقية بأنه كان من أهم الشخصيات التي ساهمت في التقريب ما بين الفرقاء السياسيين في العراق وبأنه دفع بتسوية بين تلك الأطراف أسهمت بكتابة الدستور العراقي الجديد خليل زاد شخص قريب من الجانب العسكري منذ سنوات ومن المعروف عنه بأنه من الذين ساهموا بالتخطيط للحرب على أفغانستان بعد أحدث 11 من سبتمبر كما وأن لديه خبرة كبيرة في كيفية التعامل مع القاضة العسكريين في الميدان وهو شخصية محترمة داخل أفغانستان ولديه وجهات نظر كثيرة قد تتفق مع الرئيس الأفغاني يفضل الدبلوماسية ويعشق التاريخ يتحدث لغات البشتو الداري والأردو والعربية والإنجليزية يؤمن بالحوار ويرى أن بدأ إله مدمرة ويبدو أن الوقت الحالي قد يساعد خليل زاد على كتابة تاريخ آخر في أفغانستان المتوترة حاليا تلك الأرض التي تأمل بسلام وأمان طال انتظاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامبولي أكثر من مرة أعرب عن امتعاضه من عدم حصول أي تقدم ملموس حيال إنهاء الحرب في أفغانستان وعودة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن هذا الأمر لعله سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لخليل زاد في حال أراد أن تنجح مهمته في كابل علي زبيدي الحرة واشنطن